بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بالجميع. هذا الفقر مع كتاب بيرلي ويكمprendر من جديد. انتهينا مع هذا الموضوع. هذا الفقر ان شاء الله سنرى موضوعا جديدا. كما عندنا هنا مثلا. نعرف ان كان يفعل برودة. المقصود ان كان الجوهو برودة. نعرف ان كان الجوهو برودة. نعرف ان كان الجوهو برودة. هذا المقصود انه لا يعرف ان كان الجوهو برودة. طبعا سنرى الموضوع الذي يتضمن مجموعة من الاسئلة. ثم نحاول جواب عنها. قبل ان يأخذ هذه الكلمات. نحن لذلك. نحن لذلك. نحن لذلك. نحن لذلك. نحن لذلك. مثلا. المحرارة المحرارة كما نقول من أجل أخذ التمبراتور الحرارة المقصود درجة الحرارة المحرارة نتكلم عن لوفارب فورنير فعل موانة أو أعطى أو مناحة نتكلم عن Utiliser المطلوب والاستعمال كما تشوفوا عندنا الفعل ممصرفش لوفارب Utiliser فعل استعمال أن الفعل غير مصرف هنا المقصود كما لو أنه يستهدي في جميع هذا الضمائر المطلوب والاستعمال كما نقول Utiliser luthermometre إذن استعمال المحرار الفرني الممنوح أو المعطى لتعرفة من أجل مراقبة كما نقول نتكلم عن أنك تفتش أنك تراقب شيئا نتكلم عن التمبراطور إذن من أجل مراقبة درجة حرارة درجة حرارة مدر درجة حرارة الحضانة كما نشوف في الصورة عندنا راضيع موجود بحضانة إذن ممكن نتكلم عن هذا الحضانة الإنكوباتور بيبي إذن ممكن نتكلم عن هذا النوع من الحضانات ممكن نتكلم عن أشخاص في بدايتهم ونعلمهم كيف يستيروا شركة من المعادة كما تتخبرنا على تطلع سنة وإستخدموا أنزل ومعن كما نتحدث عن صنعه بكثرة على تلك الغامنة بكثرة على تلك نام الادانات فإن اتحدث عن طلب البكثر كما أتحدث عن الهترمومتر وطلبه منتحدث ومعنة يطلبه وظيفة وطورة من أجل مراقبة أو تفتيش كما نقول درجة حرارة الانكباتور يعني الحضانة طبعا كما تعرفوا بأن الحضانة المطلوب أنها تبقى في درجة حرارة معينة سواء تعلق الأمر بالردة أو استعمالها عند تفقيس البيض ممكن نقول أيضا مثلا فع نقول درجة حرارة الانكباتور يمكن Tripleer بأن العلم بالردة فعلا كما تعرفوا بأن الحضانة المطلوب وстрой someそう syهرات المطلوب مستطيعة أن تكون إنساء التبير مزوري مقاسة مستطيعة أن تكون مقاسة avec الوثيرمومتر عن طريق المحرار إذن المقصودون بأن درجة الحرارة متعلقة بالخارج والداخل يمكن أن نقيسها من خلال المحرار التمبيراتورة إكستيرن وإنتيرن يمكن أن تكون مزورة مع الوثيرمومتر إذن يمكن أن نقيسها من خلال المحرار ثم ننتقي الكلمة الثانية نتقل إلى الدوزمومتر نأخذ السيرة الثانية أو دوصو دوزرو أو دوصو دوزرو أو دوصو دوزرو تحت الصفر إذن نتكلم الآن عن درجة الحرارة تحت الصفر إذن نقول مثلا أمو فخوا la température descend souvent أو دوصو دوزرو إذن في الأشهر الباردة أمو فخوا في الأشهر الباردة نقول عن شيئبان فخوا يعني أنه بارد إذن أمو فخوا في الأشهر الباردة لطمبراتور دي الصون طب نتكلم هنا عن لوفير دي الصندر في النزال عكس لوفير بمانتي عكس لوفير بمانتي في السعادة أمو فخوا لطمبراتور دي الصون إذن في الأشهر الباردة الحرارة الحرارة تنزل سوفا في الغالب أو دوصو دوزرو أسفل الصفر إذن نتكلم عن المنطقة عن المناطق مثلا حيث درجة الحرارة أن تنزل في أغلب الأشهر الباردة إلى متحت الصفر أمو فخوا بمانتي حيث درجة الحرارة قائلت بالترجم El Ghasel إلى أهل الاستثمار لأن المتحدث POLY irgendwann يتحدث في أهل الاستثار التي تشبه في مخواه وتعالى على نفس الأهل في حالة الترجم الوصف ما فضلك ـ الدراجة 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 ستتصب الأندي أو نبوح كما فضلك ستنة علينا أن نستطيع الوماع لنستطيع الوماع لنستطيع الوماع لنستطيع الوماع لنستطيع الوماع لنستطيع أيضا ، يمكن أن يسرع الوضع كيبير في الحرارة على الوضع الوضع إلى مطلع الصفر في عام الغرس حيث سيكون الوضع في عام نحن نقول مثلا ، ينظر الوضع يوضع 42 دقرس ودسو دوزيرو ودسو الفرو البرودة يجزت إذن إثنان واربعون درجة إلى متحت السفر الفرو كانت تتحرك 40 درجة ودسو دوزيرو البرودة تجاوزت إذن 42 درجة إثنان واربعون درجة ودسو دوزيرو إلى متحت السفر طبعا كلمات أو دسو ممكن أن تأتي في سياقات أخرى هنا طبعا نتكلم عن أو دسو دوزيرو هاتسيغة غالبا نستعملها للتعبير عن مستوى درجة الحرارة تحت السفر طبعا عندما تكونون كبرودة في منطقة معينة لكن أو دسو أو دسو ممكن أن نستعملها في سياقات أخرى حتى نعبير عن مستوى معين تحت عاتب معينة نقول مثلا 36% دوزيرو 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 في منطقة معينة 36% الدوزيرو في منطقة معينة في منطقة معينة 36% سيطرة تحت عامة الفقر. أن تعيش تحت عتبة الفقر. طبعا نتكلم عن كلمة السوي المقصود بها عتبة. ستة وتلاتون في المئة من الساكنة تعيش تحت عتبة الفقر بجزء كبير من النساء. أغلب هد ستة وتلاتون في المئة من الساكنة أغلب ونساء. أحيانا نتحدث عن وغدًا نتحدث عن كلمة الزراجة في المنزل ، أحد حمد هذه الحرب. لكن أيضًا نتحدث عن كلمة الساكنة. ثم نتحدث عن الساكنة الغراجة . خارج المنزل أو خارج القسم أو خارج مكان معين. نقول مثلا ي Lorena يريدون ان يمتلكون الكثير من الكثير من الكهور ينتظرون ان يريدون ان يريدون اشخاص أن يتمكنون ولكن تجيب على المصدر بالمقارنة باللغة العربية طبعا بوكو سويتو سي باكتسيبيات ديفيرونت زاكتيفتي إذن الكثير أنهم يتمنون المشاركة في مختلف أنشطة اندور ديكوغ خارج الدرس أو الدروس كما عندنا هنا ديكوغ كلمة في الجامعة كما تلاحظوا عندما نتحدث عن خارج الدروس إذن هنا عندها معنى مجازي نقول مثلا عندور ديكوغ خارج المحطة إذن هنا نتحدث عن خارج مكان عندور ديكوغ خارج المحطة لغيزيدون أورغانيز لزيفينمون أمام إذن خارج المحطة لغيزيدون كما نقول مقيمون طبعا غالبا نتحدث عن الوفير غيزيدي فعل أقامة ومن المثال لغيزيدونس الإقامة نتحدث عن مكان يقيم فيه الأشخاص إذن نتكلم عن مكان يسكن فيه الأشخاص عندور ديكوغ خارج المحطة مثلا مثلا محطة الوقود أو محطة الحافلات مثلا عندور ديكوغ خارج المحطة لغيزيدون إذن المقيمون أورغانيز أنهم يناد ديمون لغيزين لغيزين أورغانيز كما رأينا قبل قليل أن دور أن دور بخارج أن دور ديكوغ خارج الدروس أن دور 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 خارج المحطة تكون كلمة دور مرفوقة بها مثلا ثم نأخذ نجد إذن الاجتماعيو أوراقهم لغيزين أوراقهم أوراقهم أوراق Zero أو أوراق الأشجار كما عندور نفسي أوراق الأشجار فإن مكس scenes أوراق أوراق الأشجار الأرئيب هذه الأشجار تسمير شعري شعري عندهم يقول مدهر جاميل أن الأشجار عند مدهر جاميل يأجب ايضا لهم ثم أن أوراق أوراقة الأشجار أبصاب أنها تمتس طبعا هنا عدنا له فعب absorber هذا فعل امتصر absorber إذن هذه الأوراق أنها تمتص أيضا l'humidité أنها تمتص الرطوبة إذن نتحدث عن أشجار أنها جميلة المظهر ثم أن أوراقها بالإضافة إلى هذه الجمالية أنها تمتص الرطوبة إذن les arbres ont une belle appearance إذن الأشجار عندها مظهر جميل l'humidité ثم أن أوراقها تمتص الرطوبة نقول مثلا on not on la plupart des arbres perd leur feuille on not on la plupart des arbres perd leur feuille إذن في فصل الخريف أغلبية الأشجار أنها تفقد أوراقها نتكلم عن l'over perder أو present إذن عدنا في الفقدة في الحاضر on not on la plupart des arbres perd leur feuille إذن في فصل الخريف أغلب الأشجار perd leur feuille أنها تفقد أوراقها on not on la plupart des arbres perd leur feuille ثم ننتقل إلى الكلمة الموالية 5 دوغري كمنا نقول 5 درجات 5 دوغري عندما نتكلم عن l'دوغري أو بها كلمة دوغري ممكن أننا نتحدث عن كلمة دوغري يعني طبعا في عدة مجالات كلمة دوغري في حالة المحرار كما سنرى في مجالات أخرى مثلا قياس الزوية il faudra augmenti l'inclination di sol de 5 دوغري إذن il faudra augmenti يجب رفع يجب رفع ماذا l'inclination يجب رفع بخمسة درجات الميالان أحيانا نتحدث عن l'inclination di sol يجب رفع ميالان التراب كما نقول أو الأرض 5 دوغري بخمسة درجات كما في الطرق مثلا طبعا نجعل الطريق مائلة شيئا ما حتى إذا نزل المطر لا تبقى المياه في وسط الطريق عند إنشاء الطرق نجعلها إذن مائلة بدرجة معينة إذا نتكلم هنا عن رفع درجات ميالان الأرض مثلا أرضية الطريق يجب أن تغيير الإنclination di sol 5 دوغري نقول مثلا 6 أبخي ميالي لترمو متخفش لترمو متخفش بلس 35 دوغري هاد بعد منتصف النهر طبعا نتكلم عن ميدي منتصف النهر أبخي ميدي بعد منتصف النهر 6 أبخي ميدي هاد بعد منتصف النهر لترمو متخفش المحرار أنه يظهر يظهر مدى بلس 35 دوغري أكثر من 35 دراجة إذن نتكلم عن درجة الحرارة تفوق 35 دراجة إذن نقول مثلا قولي بافوا لترمو متخفش أبخي ميدي 5 أو 10 دوغري أننا نقرأ أحيانا لترمو متخفش أننا نقرأ المحرار أبخي ميدي مع أخطاء 5 أو 10 دوغري من 5 إلى 10 دراجات إذن ممكن أننا في بعض الأحيان نقرأ بشكل خاطئ الأرقام المعلنة من طرف هذا المحرار من 5 إلى 10 دراجات أو اللي بارفو لترمو متخفش مع أخطاء 5 أو 10 دوغري إذا كنت تنظر من الأعلى أو إذا كنت تنظر من الأسفل لهذا المحرار ممكن أنك تخطئ في قراءة هذا الأرقام اللي بارفو لترمو متخفش مع أخطاء 5 أو 10 دوغري شكرا من الأشياء sis